اشتركوا في القناة تسبب باصابة الفلسطينية شيرين زيدان بجروح وما لبث الامر الى ان تطور الى تبادل لاطلاق النار بين عناصر اسلامية متشددة في حي الصفصاف وعناصر منفتح في حي البركسات اوقع جريحا ثانيا هو الفلسطيني محمد عامر خليل وهو مطلوب بارز لدى السلطات اللبنانية والذي استدعت اصابته الخطرة نقله الى المستشفى خارج المخيم الامر الذي ساهم في اشتعال محور الصفصاف البركسات باشتباكات متقطعة تخللتها بين الحين والاخر اصوات انفجارات لقذائف صاروخية تسببت احداها في احتراك سيارة مدنية تعود للفلسطينية لبن حمايدي في حي عقبرة في هذا الوقت تكثفت الاتصالات لبنانيا وفلسطينيا من اجل تطويق الاشتباكات ونزع فتيل التوتر فاجرت النائب بهاي الحليل اتصالات بكل من قيادتي حركة الفتح والقوى الاسلامية وتمنت عليهم العمل على وقف سريع لاطلاق النار والبدء بسحب المسلحين واعادة الوضع الى طبيعته